رغم إلحاح قادة الدول الكبرى عليه لشراء سندات الدول المتأزمة في منطقة اليورو وخاصة مع ارتفاع العوائد عليها لمستويات غير مقبولة إلا أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال مترددا في استعمال كل قوته لطمأنة أسواق المال إذ أنه خفض شراءه للسندات الحكومية بنسبة النصف خلال الأسبوع المنصرم المركزي الأوروبي اشترى في أغسطس أب وسبتمبر أيلول الماضيين ما يفوق 86 مليار يورو من السندات لكنه قلل من ذلك في أكتوبر 21 والشهر الجاري إلى أقل من 23 مليار يورو الرئيس الأمريكي كان من أبرز الداعين إلى تدخل أكبر للمركزي الأوروبي سنبقى نشاهد هذا النوع من الاضطرابات التي نراها في الأسواق اليوم ما لم نضع خطة محكمة هيكلية تبعت رسالة واضحة للأسواق فحواها أن أوروبا تقف بحزم مع اليورو وتفعل كل ما في وسعها للحفاظ عليها يشار إلى أن المركزي الأوروبي أكد مرارا أن حل أزمة الديون السيادية ليس من مهامه ولن يكون إلا بتطبيق حكومات منطقة اليورو لخطط تقشفية وإصلاحات هيكلية